صعود جماعي بمؤشرات البورصة المصرية وملياران ونصف المليار جنيه أرباح سوقية تراجع احتياطيات السعودية في مارس وميزانية الربع الأول تشهد عجزا بنحو 9 مليارات دولار أرباح الشركات البريطانية تسجل أدنى مستوى في عشر سنوات في أواخر العام الماضي مرحبا بحضرتكم موعد نشاطة الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاعات جمعية مدعومة بمشتريات المتثمرين المصريين رغم اتجاه العرب والأجانب للبيع ورابح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادرة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه لابلغ مستوى 571.2 مليار جنيه واسطة عاملات كلية بلغت نحو 4.2 مليار جنيه وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة إيجاك 30 مرتفعا بنسبة 1.25 مليار جنيه بحث وزير النقل مونتس كامل وزير مع مسؤول البنك الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس موقف المشروعات المشترقة بين الجانبين كما تم التباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المخترحة استعرض الوزير خلال اللقاء موقف الشركات المشروعات المشتركة التي يقوم بها البنك بتمويلها حيث يساهم البنك في تمويل كهربة نظم الإشارات بخطوط منسويف السيوت ونجا حمادي وقاهرة اسكندرية كما أشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد آليات جديدة تسهم في دفع معدلات التنفيذية بهذه المشروعات وكذلك مشروعات تجديد قطبان السكك الحديدية وأعمال الأبراج والمزلخنات تراجعت احتياطيات النقد السعودي الأجنبي لدى البنك المكزي السعودي في مارس لأقل مستوى منذ عام 2011 كما سجلت المملكة عجزا قيمته 9 مليارات دولار في الرمع الأول من العام وتوقعت المملكة عجزا بنحو 187 مليار ريال هذا العام لافتة إلى أنها ستمول عجزا موازنة من خلال الاقتراض المحلي والدولي وتواجه المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحديا غير مسبوك هذا العام مع تسجيل أسعار النفط لمستويات مخفضة تاريخيا خفضت وكالة فيتش التصنيف الاقتماني علامة الدون السيادية لإيطاليا درجة واحدة من ترابل بي إلى ترابل بي سالب وذلك مع نظرة المستقبلية المستقرة بسبب التدعيات الخطرة لوباء كورونا على البلاد وقالت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس تأثير الكبير لكورونا على اقتصاد إيطاليا ووضعها المالي السيادي بهذا التصنيف باتت السندات الإيطالية في نظر فيتش على بعد درجة واحدة من السقوط في فئة الديون عالية المخاطر أو استثمارات المضاربة كشفت بيانات رسمية أن ربحات الشركات البريطانية ترجعت لأدنى مستوى لها خلال أكثر من عشرة أعوام في الشهور الثلاثة الأخيرة في 2019 وذلك بفعل مخاوف بشأن الضبابية السياسية المتعلقة من فصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كما خفض أصافي معدل العائد للشركات الخاصة غير مالية إلى تسعة وثلاثة من عشرة في الربع الأخير من العام مقارنة مع تسعة وثمانية من عشرة في الربع الثالث من عام 2019 وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2009 عندما كان الاقتصاد في أوج الأزمة المالية أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرنسا ستعزز مراقبتها للاتثمارات الأجنبية من أجل حماية الشركات التي تواجه صعوبات بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وقال لومير أن عتبت مراقبة المتثمرين غير الأوروبيين الذين اشترون حصصا في شركة فرنسية كبرى ستقفض من 25% إلى 10% حتى نهاية العام قال صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على مساعدات مالية طريقة بكما 3.4 مليار دولار لناجيريا وذلك لدعم الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا وأضاف صندوق النقد أنه على تواصل موثيق مع السلطات الناجيرية واستعد لتقديم مشهورة لصانع السياسة والمزيد من الدعم عند الحاجة أصدر رئيس الوزراء الكندي جرس انترودو ورؤساء وزراء المقاطعات الكندية مجموعة من المبادئ المشتركة لإعادة تنشيط الاقتصاد الكندي وتتضمن المبادئ التوجيهية والمعايير والتدابير اللازمة لوضعها قبل اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تخفيف القيود المختلفة والسماح للشركات والمدارس بإعادة فتح اقتصادها وتظهر أحدث التوقعات الفيدرالية أنه في بعض أجزاء البلاد بدأ منحن الإصابات في الانخفاض كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه يدرس طلب إجراء اختبارات فيروس كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر رحلات دولية مشيرا إلى برازيل خاصة وأضاف ترامب أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستشمل إجراء اختبار فيروس كورونا على متن الطائرة وقبل استقلالها موضحا أن الحكومة تجري مباحثات مع شركات الطيران بهذا الشأن كانت إجراء ترامب قد فرضت من قبل حضر السفر مع أوروبا والصين وذلك كإجراء لوقف انتشار الفيروس سريع الانتشار وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعطي الأمر لمنتج اللحوم بالاستمرار في عملهم على خلفية مخاوف من نقص في اللحوم بسبب تفشي فيروس كورونا ولجأ ترامب إلى قانون الانتاج الدفاعي لتصنيف هذا القطاع أساسيا في الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها الولايات المتحدة حيث ستلتزم الحكومة بمحل معدات وقائية لموظفي القطاع وطلبت نقابة العاملين في القطاع أن يترافق المرسوم الرئاسي مع تدابير لرفع عدد الفحوص في الكشف على كورونا في أسواق النقض تراجع الدولار حيث شجعت تحركات إعادة فتح اقتصادات العالم شجعت المتتمنين للإقبال على الأصول الأعلى مخطرة لكن الحذر يظل مستمرا قوائل اجتماعات بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا ويختفي الدولار أثر الإقبال على المخاطرة على نحو وثيق طوال أزمة تفشي كورونا حيث انخفض مقابل يورو والجنال السترليني حين صعد الين الياباني بنسبة 3% من 10% لعلى مستوى في 6 أسابيع ليسجل نحو 156 من 100 ين في مقابل الدولار وصلنا الاختام نشاطنا اقتصادية المفصلة بقت تذكيرة بأبرز مجافية صعود الجماعي بمؤشرات البورصة المصرية وملياران ونصف مليار جنيه أرباح سوقية تراجع احتياطيات السعودية في مارس وميزانية الربع الأول تشهد عجزا بنحو 9 مليارات دولار أرباح الشركات البريطانية تسجل أدنى مستوى في عشر سنوات في أواخر العام الماضي بتاعت نشاطنا دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة